أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم أنه تابع ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نظام هيئة قناة سويس والذي يضم إنشاء صندوق تابع للهيئة وأوضح جبالي أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس وأشدد جبالي على أن مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة سواء بالوصائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثين لسنة ألف وتسعمائة خمس وسبعين بنظام هيئة قناة السويس والذي ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولقد هالني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطاً في قناة السويس وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الإدعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع لذا فقد وجدت لزاماً علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس والذي لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورةٍ نهائية لا يتضمن أيَّة أحكامٍ تمسُّ قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرُّف فيها أو بيعُها بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمةٌ وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًّا مائيًّا دوليًّا مملوكًا لها كما تلتزمُ بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميِّزًا أما ما تضمَّنه من مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بايع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمرٌ طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلةٍ من وسائل التمويل والاستثمار ولا يمسُّ بشكلٍّ مباشر أو غير مباشر قناة السويس لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حالٍ من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عام لا يمكن التفريط فيه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة